تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مجرس مطيع خادم أتعلم الحب بصدوري سرع الكلمات أنمو بالحكمة والنعمة أتشبه بالمسيح الميذ لسيد المسيح الميذ للميذ وأعيش للمسيح الميذ أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة عن بعنوان يسوع رسالة الله إلى العالم القص المحبوب القص يعقوب عماري كتب تعليقا عن الآيات الأولى من رسالة العبرانيين الرسالة العبرانيين صح واحد الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء بأنواع مطرق كثيرة كلامنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله ورسا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرتي بعدما صنع تطهيرا لخطيانه جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورسا إسما أفضل منهم المعنى ببساطة أن الله في زمن التوراة كلم الناس عن طريق الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وصاموئيل وداود وأشعياء وأرمياء حسقياء حسقيال ودنيال كلهم أنبياء حتى ملاخي هؤلاء الأنبياء كلهم كان الله يكلم الناس من خلالهم طبعا كل الأنبياء كان عندهم بعض الحق فيحمل النبي رسالة من الله وينقلها إلى الشعب ومن يقرأ التوراة يلاحظ عبارات تتكرر باللسان الأنبياء هكذا قال الرب وهي عبارة كان ينطق بها النبي حامل الرسالة إلى الشعب أما الوسائل والطرق التي كان يستخدمها الله لإعلان رسالته لأنبيائه كانت طرق كثيرة ومتعددة منها كان الله يكلم النبي بصوت مسموع كما كلم نوح وطلب منه أن يبني فلك كما جاء في تكوين ستة يقول الكتاب فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلما منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار دي وسيلة من وسائل الله تكلم مباشرة إلى نوح والله كلم إبراهيم في تكوين ناشر قال الرب الإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك إياه كان الله يتكلم عن طريق حدث معين أو منظر يشد الانتباه يعني يتكلم مع نوح ومع إبراهيم مباشرة لكن يتكلم مع النبي موسى من خلال مشهد كلنا عارفينه في خروج الصح 3 يقول الكتاب وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاه المديان فصاق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب وظهر لهم ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقة فنظر وإذا العلايقة تتوقت بالنار والعلايقة لم تكن تحترق وقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العلايقة يعني موسى لاحظ المشهد وتعجب أن النار في الشجرة والشجرة لم تحترق وما أن اقترب منها ليفهم الأمر وإذا بصوت الله يناديه من وسط الله وكلفه بمسؤولية تحرير شعبه من العبدية وبعد سنوات تكلم الله مع موسى بالصوت المباشر المسموع دون وصيط من أحد كما جاء في خروج تسعة ثم قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب إله العبرانين أطلق شعبي ليعبدوني تكررت هذه العبارة كثيرا ومرات تكلم الله من خلال المعجزات يعني مع موسى كلمه من خلال صوت مباشر ومن خلال حدث ومن خلال معجزات مثل معجزة المن والسلوى التي كانت تنزل على الشعب وهم تائهون في البرية يعني دي طرق مختلفة الله بيتكلم فيها سواء بصوت مباشر سواء بحدث سواء بكلام مباشر حاجة ثالثة كان الله يتكلم عن طريق الأحلام كما حدث مع يوسف ابن يعقوب في تكوين سبعة وثلاثين وقال له على أحلام كثيرة وهذه الأحلام تحققت بالحرف الواحد حقيقة بعد تلاتاشر سنة لكن تحققت في مرة تانية أو أسلوب رابع الرب بيتكلم به كان الله يتكلم الرؤى فيرى الرأي من الأنبياء ما لا يرى غيره فتنكشف لي أسرار وموراء الأفق كما في رؤية حسقيال ودنيال لطريقة خمسة الله بيكلم بيها الأنبياء وحيانا كان يكلم الله يكلم البعض من الأنبياء عن طريق ملاك ملاك يروح للنبي ويحمل رسالة من الله كما حدث مع العزراء مريم كما جاء فلوء واحد وللكتاب وفي الشهر السادس أرسل جبرايل الملاك من الله أرسل جبرايل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة العزراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العزراء مريم فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامي وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية قال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية قالت مريم الملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله ووزأ الإصابات نسيبتك هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فقالت مريم واذا أنا أمت الرب يكن لي ققولك فمضى من عندها الملاك طرق عديدة ومتنوعة كان الله يعبر بها عن إرادته ويعرف بمشيئته لمن يشاء هو عايز يقول لموسى أو الإبراهيم أو لنوع أو لدأود أو أي شعياء أو إرمية كل كتاب مليان أشارات يعني عظيمة أرسلها الله إلى الأنبياء في العهد الأديم وينهى في رسالة العبرانيين يقول الله بعدما كلم الأنبياء في زمن العهد الأديم بأنواع وطرق كثيرة كلم للأنبياء بأنواع وطرق ووسائل متنوعة بتنقل فكرة الله إليهم أي أنه الله لم يترك نفسه بلا شاهد ولكن هناك نقلة كبيرة جدا في هذه الآية كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه استخدم الله ابنه للإعلان عن نفسه كلم الله في الأيام الأخيرة كلمنا في ابنه كيف نفهم رسالة الله التي أعلنها يسوع المسيح إلى العالم تابعوني بعد الفاصل تابعونا ن Roxana موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ذكرت حوالي خمسة انواع من الطرق منها صوت مسموع الله كان بيتكلم بصوت مسموع الى الانبياء كان بيتكلم عن طريق حدث معين زي ما حصل في العلايقة وكان يتكلم عن طريق الاحلام دي طرق معينة يقولك في سفر ايوب يقولك يتكلم مرة ومرتين بالاحلام ومحدش بينتبه لصوته يتكلم عن طريق رؤى والرؤى غير الحلم في فرق بين الاتنين حلم ده حاجة شخصية به عايش بيها او في وسط المجتمع بتاعه لكن الرؤى حاجة في الغيبيات حاجة مايتخيلهاش زي ما حسقيال شاف رؤية عظيمة ودانيال شاف رؤية ويوحن الرأي شاف رؤية فدي بتختلف عندي لكن كل الأمور دي كانت مجرد إعلانات الأنبياء أعلنوا لنا ما يستطيعوا أن يفهموا ويعرفوه كجزء من الحق على قدر ما استطاعوا أن يفهموا من الحق لكن في النهاية تكلم الله إلينا في يسوع المسيح ده أهم شيء النهاردة نتكلم فيه عن يسوع كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارسا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين فيسوع المسيح صار رسالة الله لكل الشعوب الأرض لكن لماذا يقول في ابنه الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه سؤال هل الله أولاد وهل ينجب الله أبناء أسئلة ربما تخطر في أزهان من لا يعلمون حقيقة أو هوية يسوع المسيح من هو يسوع المسيح أنا أنا متأكد أنه ما فيش ولا واحد مسيحي كاتوليكي أو إرزوكسي أو إنجيلي في كل العالم يؤمن أن الله يلد أولادا أو يؤمن أن الله يتزوج امرأة ده كلام مش موجود عندنا لكن فيه ناس بيلوء علينا وطبعا دي تشويه للحقيق عشان أشرح شوية موضوع البنوة عايزة أقول أن فيه عدة أنواع من البنوة أول نوع من البنوة ابن بالتناسل الجسدي يعني رجل وامرأة يتجوزوا يخلفون أولاد دورة أولادهم يبقى دي ابن أو نوع من البنوة الجسدية لك كمان فيه بنوة بالمكان أنا بقول أنا ابن مصر أو أقول ابن النيل دي انتماء للمكان لك كمان فيه نوع ثالث من البنوة ابن بالزمان يقول أبناء هذا الجيل أو أبناء هذا الظهر يبقى فيه بنوة بالجسد فيه بنوة بالمكان فيه بنوة بالزمان لكن كمان فيه نوع رابع من البنوة ابن لفك يقول أنا ابن الثورة أنا ابن النور أنا ابن الحدث الفلاني يعني بيبني بنوته على فكرة معينة لكن في حاجة نوع خامس من البنوة وده نوع مهم قوي اللي هو ابن روحي يعني إيه بوليس بيتكلم عن أبناء لي في الإيمان يبقى ابني في الإيمان أو ابن الكنيسة بيقول بوليس على تيميساوس ابني الحبيب وكمان بيقول على تيتوس الابن الصريح في الإيمان وده نوع خامس من أنواع النبوة لكن فيه نوع سادس من أنواع البنوة ابن في الطبيعة يعني زي على سبيل المثال النار تلت حرارة دي طبيعتها النار بتلت حرارة طب والشمس الشمس تلت حرارة بانور طب والعقل العقل يالد فكرة من طبيعته فالعقل الزكي يالد فكرا زكيا آخر نوع من أنواع البنوة اللي هو النوع السابع البنوة هي البنوة في الوحدانية الجامعة إزاي؟ إحنا نؤمن بإله واحد الآب والابن والروح القدس إله واحد وحدانية جامعة يعني الواحد الجامع الواحد المفرد ده نقطع على الصبورة ملاش معنى ملاش قدس ملاش وجود لكن الواحد الجامع الآب والابن والروح القدس إله واحد جوهر واحد ده تقريبا زي مثل بنوة الفكر من العقل فالعقل يالد فكرا مساويا له في الجوهر أظن البابا الشهودة قال العبارة دي العقل يالد فكرا مساويا له في الجوهر وعندما يالد العقل فكر يخرج الفكر من العقل ويصل لكسرين دون انفصال عن العقل أقول لكم حاجة عملية دلوقتي أنا بقول حاجات من دماغي من عقلي بتوصل وتخرج مني وتصل إلى كسرين وما زالت موجودة في عقل يعني الفكر يخرج من العقل وممكن الكتاب لأنك كتبت مرة يدخل في كتاب لكن ما زال في عقلي خروج بغير مفارقة وبغير أو بدون انفصال هكذا خرج الابن يسوع من الآب وما زال في الآب عشان كده يسوع بنفس بيقول لنا في محنة 16 28 خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب يعني بقول كده خرجت وما زلت في الآب في يحنة 14 9 يسوع بيرد للتلاميذ يقول له كده قال لا يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلوبوس انت بقى لك 30 معايا أعرفتنيش الذي رأاني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرن الآب مرة تانية قبلها في الآب وما زال في الآب يعني ما فيش انفصال ما فيش خروج لكن في وحدانية جامعة المسيح قال لنقدموس في حنة 13 ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء كان قاعد جنب نقدموس المسيح موجود في الأرض وفي السماء في نفس الوقت أرجو نحن نفهم هذه الحقيقة كمؤمنين المسيح في الأرض وفي السماء في نفس الوقت إحنا بنؤمن بإله واحد نوع الوحدانية وحدانية جامعة عندما نتكلم عن الوحدانية الجامعة نتكلم عن الزات الإلهية جوهر الله الله جوهر واحد له عقل اللي هو الكلمة وله روح اللي هو الروح القدس الله بعقله وروحه كيان واحد الجوهر واحد نحن نؤمن بإله واحد خرج منه العقل الكلي اللوجوس اللي هو بيدير كل العالم والروح الكلية الروح القدس الذي يعطي حياة للعالم ومع ذلك الجوهر والعقل والروح كيان واحد إله واحد أدي تشبيه ممكن يفهمه كما أن الإنسان بعقله وروحه كيان واحد أنت جسد ولا روح أنت جسد ولا روح ولا عقل أنت إنسان روحي ساكن في جسد ولك عقل أنت كائن روحي في الأساس لك كيان روحي موجود في جسدك وعندك عقل فأنت بجسدك وعقلك كيان واحد إنسان واحد لو روحنا للإنجيل يحن في بداية افتتاحية الإنجيل في الأصاعي الأول والعدد الأول في البدء كان الكلمة أنه بدء ده ده حاجة في الأزل في الأزل والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وهنا الكلمة أصلها في اللغة اليونانية اللوجوس كلمة الله اللوجوس اللي هو أصل العقل نفسه وده جاية من فعل في اليوناني ليجو يعني ينطق أو المنطق ومنها لوجيك يعني منطق يعني النطق المعقول أو العقل المنطوق لما بقول النطق المعقول أو العقل المنطوق فيه النطق والعقل معا ولذلك نفسر كلمة اللوجوس عقل الله الناطق عقل الله الناطق أو نطق الله العقل عبارة ابن الله وعبارة كلمة الله مترادفتان فالمسيح ابن الله وكلمة الله صار جسدا الكلمة صار جسدا وكلمة الله تنبع أزلا من الله وكلام الله لا ينفصل عن الله في الزمان الأخير أرسل الله كلمته إلى العالم رسالة مقرؤة ومسموعة من جميع الناس لماذا أرسل الله ابنه إلى العالم المسيح يعلن هذه الحقيقة في إنجيل مرؤس أصاع عشرة وعدد خمسة واربعين لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبزل نفسه فدية عن كسيرين جاء الإبن ليفدي العالم في إنجيل لؤى صحت 19 وعدد عشرة يعلن يسوع هذا الإعلان لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلق بنادع الهالكين وأعلن في إنجيل يحن أصاع عشرة وعدد عشرة الصارق لا يأتي إلا ليسرق ويسبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل حياة جاء ليعطي حياة حقيقية لمن ماتوا في خطياهم وينادي على البعيدين والمحرومين كما أعلن في مجمع الناصرة في لو 14 روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسر القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة جاء ليعلن لنا من هو الله يحنى 1-18 الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب في جوهر الآب هو خبره هو أعلنه هو خبر عن الله هو أظهر لنا من هو الله الله محبة والمسيح جسد محبة الله لنا هو أخبره وأظهره وكشف لنا طبيعة الله وساعدنا أن نرى الآب فيه وهذه هي الرسالة الأخيرة من الله لنا للعالم كله هل ترجع للإيمان بالله؟ الناس الناس اللي يقولوا ربنا مش موجود المسيح أظهر حقيقة أن الله موجود هل نقبل المسيح ونعرف أن فيه خلاصنا ونجاتنا عندي خبر أخير لكل مشاهد المسيح سيأتي ثانية قريبا جدا وعلينا أن نستعد لهذا المجيء المفاجئ ما زالت الفرصة مفتوحة اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم صلي قل رب افتح قلبي ليك اغفر خطيائي وإقبلني أكون ابني ليك وأنت تأتي إلى قلبي هذه هي رسالة يسوع المسيح في ميلاده إلى كل العالم ربنا معكم تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس طيع خادم أتعلم الحب دستور يسوع الكلمات أنه بالحكمة والنعمة أتشبه بالمسيح الميذ الميذ لسيدي المسيح الميذ الميذ وأعيش للمسيح الميذ